بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ملانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحضور الكرام نرحب بكم جميعا في هذه المحاضرة الأولى ضمن برنامج سلسلة محاضرات في موضوع تمكين شباب في السياقات الإنسانية رؤى وتجاد وهذا البرنامج تنظمه أكاديمية مانار للتدريب وتنمية الكفاءات في إسبانيا فنرحب بكم جميعا معنا بالأعضاء الجدد ومن الأعضاء القدامى جمهور منا يكتسي هذا الموضوع تمكين الشباب في السياقات الإنسانية أهمية بالغة ويهدف هذا البرنامج والذي كما أشرت هو مكون من عدد من المحاضرات سلسلة محاضرات يهدف إلى التنبيه على الدور الحاسم للشباب في جهود الإغاثة الإنسانية لا سيما في ظل الترابط العالمي والتنوع التقافي واستنادا إلى تجربة وخبرة واسعة في العمل مع الشباب من مختلف البلدان سيسلط ضيفنا الكريم الدكتور هاني البناء الضوء على قوة الشباب بصفتهم عوامل محفزة للتغيير الإيجابي وأيضا لانتلاكهم القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والنزوح وغيرها من التحديات الإنسانية أنا أرحب بكم دكتور هاني البناء مرحبا بكم ونشكركم على قبول الدعوة أهلا نسان جزاكر الله خير دكتور الحياة وشكرا شكرا دكتور هاني البناء هو مؤسس ومدير عام سابق لمنظمة الإغاثة الإسلامية وهي أكبر منظمة غير حكومية دولية للإغاثة والتنمية مقرها الرئيس بالمملكة المتحدة دكتور هاني حصل على باكالونيوس للطب والجراحة من جامعة الأزهر حاصل أيضا على ديبلوم دراسات إسلامية وحاصل على الدكتورة في الطب في علم أمراض الجنين من كلية الطب بجامعة بيربينغام عام 1991 ببريطانيا أسس دكتور مالكريم أيضا بالإضافة إلى الإغاثة الإسلامية أسس منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية ومنتدى العمل الإنساني العالمي الذي يسعى إلى تزيز الشركات والتعاون بين المنظمات الإنسانية والخيرية في جميع أنحاء العالم الجنوبي والشمال كانت مساهمات الدكتور هاني البناء ولا تزال حابرة وفاعلة في أزمات مختلفة حول العالم وكانت تجربته ملهمة من عدة زوايا مما أهله لنيل التكريم في بريطانيا وفي كثير من المحافل الدولية المختلفة وغطت أعماله بقعة كبيرة من هذا العالم نجدد الترحيب بكم دكتور هاني البناء نرحب بالحضور الكرام في غرفة زوم ومن يتابع البت المباشر للمحاضرة عبر منصات الأكاديمية تويتر فيسبوك وأيضا على يوتيوب أعطي لكم الدكتور هاني البناء تفضل مشكورا مأشورا وبعدها إن شاء الله نفتح النقاش للإخوة والأخوات في غرفة زوم للمناقشة مناقشة ناجأة في ورقتكم تفضل دكتور ما إن شاء الله الحمد لله والسلام ورسول الله طبعا شكرا جزيلا لأكاديمية منار والأختنا الدكتورة الفاضلة حيات في أنها حفزتني كأكتب لكم هذه الورقة اللي هنتكلم اليوم فقط فيه عن المقدمة بناء على توصية الأستاذة الدكتورة حيات فلهذه لاست الورقة كاملة ولكنها المقدمة فقط وهيكون في محاضرة أو محاضرتين تابعتين تعين عنهم الأكاديمية علشان استكمال هذه الورقة اللي هنحن نحاول نحاول صلحها الآن لغويا ومهنيا إلى آخر فنبدأ العرض يا دكتورة بالنسبة لإسم المحاضرة طبعا مهم جدا وزي ما أنا قلت في دقيقة أو دقيقتين لن تكفيه محاضرة واحدة قد نضطر أننا نعمل أكتر من محاضرة لأننا فيها تقطير في مسيرة حنرسمها في مصار للشباب عشان كيف يابني المجتمعات هي مش موضوع فقط نتكلم على الاستجابة السريعة على الطوارئ زي ما احنا شفتناها في هذا العام بدأت بسوريا وتركيا زلزال وبعدين السراعات المسلحة في السودان في شهر إبريل وبعدين الزلزال في مغرب وبعدين الإعصار في ليبيا وبعدين الزلزال في أمغانستان وبعدين بعد كده هو ما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي الدفاعي أو عمل حقوقي إلى آخرين هم حديثا في خلال العشرين سنة الماضية عرفوا الأعمال الإنسانية على أنها الاستجابة الإنسانية فقط وده خطأ ده خطأ ليه؟ لأنه حصلوا العمل الإنساني فقط في الاستجابة السريعة وإحنا كعرب أو كمسلمين لابد أن نوسع هذا التعريف مرة أخرى لكي يشمل كل مناحي الحياة التي تخص كل مخلوق خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض أو في مقام آخر فلذلك الأعمال الإنسانية بالنسبة لنا لا يستفقق عليها الاستجابة السريعة وهنا أني أنا أدعو كل من يسمعني وكل من يفهم ويا أكثر مني أن نعيد تعريف المعرف لأن كل يوم بعض المستشارين اللي هما بسميهم كونسلطانت لكي يتكسبوا بيعملوننا مصطلحات جديدة مصطلحات جديدة مصطلحات جديدة بالدواخنا فلحنا بد علينا إحنا كناس لنا ثقافة وقيم وأخلاق وتاريخ ورؤية أن يكون لنا تعريفات لمثل هذه المصطلحات تتمشى مع إنسانيتنا وتتمشى مع أخلاقنا وتمشى مع قيمنا وتمشى مع فلسفتنا الفكرية يعني نتكلم إحنا مثلا في أحد المحاضرات عن معنى إنسانية أو الهيماناتي فهي مرقعتها الإنسان جاي من هيمان 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 هيماناتي هيمانيزم هيماناتي إلى آخره فالمشرع في هذا المصار هو الإنسان معنا يا شباب إحنا استصدرنا أو مصطلح جديد اسمه الخلائقية ما معنى كلمة خلائقية اللي احنا بدنا أن نستعملها هي أن يكون المشرع في مسئلاتنا الإنسانية هو الخالق وليس الإنسان الإنسان فينا بعد يستطيع أنه هو يكون المدير يكون الرئيس يكون القاضي يكون المحلف يكون الشاهد يكون المحامي لكن لكن هو المشرع الأساسي في العمل وهنا الفارق كبير ما بين كلمة هيمانيتي هيمانيتيريان وبين حقولها باللغة الإنجليزية اللي هي الكريتشر أو دعم الكرييتر نفسه اللي هو الله سبحانه وتعالى وده مصطلحنا حطناه في 2006 فلذلك أنا محط المصطلح ده أمامنا يا شباب علشان يكون لنا القدرة على استصدار مصطلحات نؤمن بها من خلال ثقافتنا وعقتمتنا وقيامنا وتاريخنا إلى آخره الآن الشريحة اللي بعد كده يا دكتورة فأنا رسلتي لنا جميعا إن إحنا يكون لنا القدرة على استصدار تعريفات نؤمن بثقافتها ونؤمن بقيامها ولذلك اختلافنا كان مع اللجنة الدولية السريب الأحمر على إن إحنا كان تعريفاتنا موسعة هم تعريفاتهم محددة ضيقة ما هو العمل الإنساني ما حد الشي يجي يشتغل في العمل الإنساني أو العمل الخيري أو العمل اجتماعي اللي بتعامل مع الناس والبشر والخلاق يقول لي أنا الوظيفة بتاعتي فيها صح في وصف وظيفة بيحدد لكن التحديد ده جزء من المهمة ليه؟ لا إن هو مش وظيفة فقط مش وصف وظيفة فقط مش مهنة فقط بنمتهينا عشان نكسب منها العيش في خلال الخدمات اللي إحنا بنقدمها لآخرين مش وقت إحنا بنكون سعداء شوفوا إحنا لما روحنا زلزال للمغرب مثلا أو الشباب لما راحوا ليبيا أو الشباب لما راحوا للزلزال بتاع سوريا وتركيا كانوا سعداء جدا هم ياخدوا بعض الصور ويطلعوا الصور في الإنستجرام وفي التك توك لا مش ده فالها هي وظيفة فقط ولا مهنة فقط ولا وقت سعيد إحنا ولا رحلة ما ياش رحلة إحنا رايحين نتفرج فيها على إيه؟ كأن إحنا رايحين نتفرج على أشياء غريبة ونادرة إلى آخري أبدا أبدا مش كل ده بس هي أكثر من كده وكده وكده أشياء كتابة جدا نشوف النقاط اللي بعد كده اللي مكتوبة عندكم أو مجموعة من الصور أو مجموعة من المال يعني نشوف كل الحاجات دي كلها ده جزء بسيط جدا من العمل أو فهم إيه هو العمل الإنساني اللي إحنا بنتكلم عنه؟ فالعمل الإنساني هو ده كل هذا وأكثر من هذا كذلك فلذلك لما نتكلم إحنا عن معنى العمل الإنساني سنجده أكثر من هذا بكديل فالعمل الإنساني بالنسبة لنا هو رسالة ورؤية فعالية وهمة ومعايشة وتضحية وذمة وألام وعطاء إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره فالعمل الإنساني معايشة العمل الإنساني معايشة أنا أعرف ما معنى معايشة معاناها إيه؟ معاناها حينما أذهب للمتضررين من زلزال المغرب أحاول إن أنا أعيش آلمهم وأرى أحلامهم ومعاناتهم ده اللي أنا بتكلم عنه فالعمل الإنساني مش فقط وظيفة من الساعة 8 صبحية للساعة 4 الظهرية أو الساعة 5 الظهرية لا أو يعني ها لا هي معايشة وهي رؤية وهي رسالة وهي فعالية كل هذه الأشياء بتجعل الإنسان شاب منه يستحضر أبعاد ومجالات العمل الإنساني الذي سيقوم به أو الذي التي ستقوم به فده بالنسبة لمعنى تعريف العمل الإنساني هو أيضا حلم الفقراء يعني إيه؟ يعني أنا ما بخش خيمة من الخيم أو مكان من الأماكن اللي في النازحين واللاجئين أو نساعدين مجموعة مع بعض كوني أنا بخش عليهم يروا في حلم يريدون أن يحققونه بمعنى الأطفال عايزين يلعبوا كورة عايزين يلبسوا جازمة جديدة عايزين يروحوا المدرسة بيروا في نحن كعمال إنسانيين تحقيق هذا الحلم دائما أحد الأطفال من أطفال غزة لما كان بيكلم الشاب اللي جنبه يقول له إلا أنا شايفه ده حلم أنا بحلم وأنا بحلمش فتخيل هذا هو الحلم الذي يراه الطفل حينما تخدم عليه فالعمل إنساني هو حلم من يراك ورجاء من يتمنى أن يتحدث إليك ودعاهم لكي ترفع عنه مدير غمة كل هذا بيحدد لنا أطر فهم مسيرة العمل الإنساني عند الشباب وهو اختيار رباني مش أي حد سيستطيع أن يقوم بالعمل الإنساني ربنا بيختار إن لله أعوذ بالله مش فكر الحديث بس هفتكر بعض الشيء ربنا بيختارك لمهمة معينة فهو اختيار رباني يعني كثير جدا من الشباب لما بدأوا العمل ما قلوش عندهم أي فكرة عن أي شيء بس ربنا يختارهم وقعلهم يمسونه في هذه المثيلة فهو اختيار رباني لناشط حياة وزيكم علشان ربنا يعلي مقامه أو يعلي مقامها في مكان هو الوحده بيقوم فيه بهذا الدور يبقى اختيار رباني اختيار رباني لناشط حيوي لمقامه علوي فيه مكان خلوي تخيلوا في المكان الخلوي ده ربنا بيعلي ذكرك وانت اللي ليه؟ لأنه اختارك لكي تكون مثل هذه المهمة أو اختارك لكي تكون مثل هذه المهمة هو جزء المسئولية تفضت السماوات والأرض أن تحملها إنا عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأباينا أن يحملناه فأشفقنا منها فهو جزء من هذه المسئولية الكبيرة اللي كل هذه المخلوقات العظيمة رفضت أن تحملها فلذلك أخي وأختي الشابة علينا أن نعلم أن العمل الإنساني كل هذا وأكثر هو حياة نحيي بها مواطر قلوب يعني لما نخش على الناس كده نديهم الأمل نرفع من روحهم المعنوية نبني بها شعاب المجتمعات كيف ستبنى المجتمعات إلا منكم بجانب المجتمعات وهنا في نقطة مهمة جدا 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 اللي هو المنح الدولية كثيرا ما تعطى فقط للاستجابة السريعة واسألوا الشباب في سوريا اسألوهم بعد عشر سنوات كل أو أغلب أو تسعين في المئة من المساعدات أو خلينا نكون واقعين شوية سبعين لتمانين في المئة من المساعدات استجابة سريعة وأكل وشرب فاحنا بنتكلم فيها عن إيه؟ نبني بها شعاب المجتمعات لذلك أنا بخرج العمل الإنساني من الاستجابة السريعة لفهم العمل الإنساني والمفهوم نحن العربي والثقافة الإسلامية نقيم بين العدالة والمساواة مش فقط اللي هو مساعدة سريعة أكل وشرب لبعض الناس قالوا احنا حبدونا حبة أكل لغزة وانتهى الموضوع قالوا لا بدي أول الغيث لقطرة وبنزرع بها بذور ثمارها الحرية والكرامة والعدادة الاجتماعية ده العمل الإنساني نحن نتكلم عنه في كل هذي المحاور في كل هذي المداخل في كل هذي القطر وأيضا شفتوا النقطة القابل الأخير دي نقسمهم مين جدا؟ هي ملكات بتكتشفها أنا ذكرمت عنه أنا شخصيا لم يكن لي أي علاقة بالعمل الإنساني أو أي عمل اجتماعي أو أي شيء وكان كل هدفي تذهب لبريطانيا علشان أعمل الدكتوراه في التماء فقط أجل الثلاثين ثلاثة أربعة وارجع على مصر هدفنا احنا كدكاترة ايه اللي هو خمس عين العروسة والعربية والعمارة والعزبة والعيادة بس قلتنا نريح بريطانيا عشان كده لا فيها في مخف لا 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 لأغاثة إسلامية ولعمل إنساني ولكن ربنا زقني أنا ومن معي علشان نكتشف ان احنا عندنا ملكات مختلفة وكل من دخل هذا العمل يا شباب وشابات سيكتشف مناكات وابداعات بداخله او بداخله اللي لم تكن او لم يكن قادر عليك تشوفها وخارجها زيما كانت لأن كمية المعاناة اللي احنا منشوفها بتجعل قرائحنا او ايه ازهننا يعني واحلمنا تتسارع مع الواقع لكي تحقق واقع آخر لهؤلاء الناس وفي نفس الوقت ربنا يبيديكم شفاة من عنده والله فيه اشياء بتيجي من عند ربنا لا يعرفها إلا الله سبحان الله بيحاول يعني مثلا تكون فيه دقيقة معينة يعني أنا قاديكم مثلا ممكن قلتنا اكتر ممر في كده مكان لما الزابط الامن في المطار في كندا في 2007 قرروا ان يحبسني يحبسني في سجن يعني خدت بالكم المهم أنا ما كانش في مخي اي شيء وطبعا كانت توتلعت بعلكية تاني يوم واعتظر للرجل لما روحت هناك يعني كمية الاهانات بقى اللي السجرين بيعملوها بيتقل عملته بيكشفوا عليك والحاجات دي كل عيات لكن في النقطة لما دخلت هناك الكشف الرباني ايه؟ طلبت من ربنا شيء واحد فقط أنام تقولت له خرجني ولا قلت له انا زعلان يا ربنا ولا قلت له اي شيء قلت له عايز انام فنمت تاني يوم خرجت تركت الامر لله فزلك في هذا العمل ربنا بيعطيك كشفات يقولك ادي في المكان ده انا وضعتك وستتألم وستشقى لكي اعدك للمرحلة اللي بعد كده فلزلك كل هذه الكشفات كل هذه الملكات لن يكتشفها الانسان الا لو ربنا اختاروا للقيام بهذه المهمة كثير جدا من الشهاب دوقتي بيخش في العمل الانساني واجهها ورؤية يعني وصور بقى من حطها على الفيسبوك وعلى انت وعلى التك توك وعلى الانستجدام والحقيقي كده وبعدين ليس لها اصل في المجتمع ليس لها اصل في المجتمع العمل الانساني مش للبشر فقط لكل الخلائق وما من دابة في الارض ولا طائرة بجناحيه الى كلها كل الامم دي كلها ولها ثقافة ولها لغات ولها اخلاقيات ولها قيم ولها مجتمعات ولها ولها معاملات فلما احنا نشرق نقرأ شروحات الائمة في تصرفات الخلائق يعني الامام السويتي بيقولك تدبيل خلقها يعني الخلائق دي هي بتدبر فزقها وأحوالها والقرطبي هي مجمعات دي انا بالزبط ربنا تكفل بالرزق فلا ينبغي ان نظلمهم لانها حشرة او لانها قطة او انه كلب لا يكون لها امم لها نفس المشاعر والاحاسيس وتتكلم وتحلم في داخل مجتمعها وهي اجناس مجناسة واصناف مصنفة فلذلك اللي يشتغل في العمل الانساني لابد ان يعلم ان كل هذه المخلوقات هي جزء من مسئوليته او جزء من مسئوليتها لابد ان تعرف كيف تتعامل معها وكيف تنمي لها مجتمعاتها وكيف تحملها مجتمعاتها لان ربنا خلق كل هذه الخلائق لكي يتخدم الانسان اللي هو المسئول عن هذه الخلائق في الارض وربنا بيحط كل اعمال هذه الخلائق في الكتاب المبين الدجاز الف الخلق بتاعها وفي الرزق بتاعها وفي الموت كل هذه الاشياء لانها امم 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 والخلاصة ان الطيور والدواب زي بدن البشر بالظبط ربنا بيرزقهم ويحييهم ويموتهم وفيهم في مثلا كلب يعني يكون دمه خفيف كده بينكت مع الكلاب وارد ظريف وواحد ارد غلص وحمار مثلا يعني بيخدع زوجته الى اخيره فكل هذه الاشياء السلوكيات دي موجودة ما بين الخلائق دي كلها فلذلك لما ننظر ان احنا فقط اللي بنقولنا نعمل الانساني لك لا نعمل الانساني اكبر من كده بيقوم به الخلائق الاخرى ان ربنا خلقهم عشان يساعدونا في اقامة الحياة او خلال الحياة اركان الحياة على ظهر هذا الكوك هو ايضا جزء كبير جدا من النسانة النبوة والواقعة دي انا بس تشهد بيها بقى لي اكتر من عشرين سنة اللي هي حينما اوحي هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم اه في وجيه للسيادة خارجة ويقول لها دسريني زمليني وكان خايف خايف فبتقول له ماناك قال له خفت على نفس الامن شاف الايه اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام لما جيه واول مرة اشوف سيدنا جبريل تعال فقالت له ايه الكلمة دي يا شباب ويا شبات لابد يها كلمة خالدة وهي منهج واسلوب عمل مجتمعي قالتها امرأة لم تدخل لجامعة السيربون ولا كامبريج ولا اوكسفورد ولا اه اه اللي هي الكبيرة بتاعة امريكا دي مش عارف اسمها ايه ولا قاهرة ولا 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 الى خيرا قالتها قالت له ايه حطت فيها قواعد العمل المجتمعي قالت له كلا وده قبل النبوة لان الاسم كان عامل مجتمع انساني قبل النبوة كلا والله ما يخذيك الله حطها قاعدة حطها قاعدة يا شباب انك لا تصل للرحم يعني لابد اهلي اكون رحيم بهم وتصدق الحديث انك انت الصادق الامين وتحمل الكل اللي هو التعبان البعيف الاخير وتكسر المعدوم وتحاول تجعل المعدوم ده اللي هو دخل دخلي يعني من كلمة ايه التنمية المجتمعية وتقرد ضيف حتى ما يأتيك الناس بتحترمهم وبتضيفهم وتعين عنوارب الظهر اللي هو شفت بقى النقطة الخيرة دي من ستة دي تعين عنوارب الحق دي او النوارب الظهر دي هي لها حتة اللي احنا نتكلم نختلف فيها مع الجماعة بتقول التعريف الجديد للعمل اللي هو الاغاثي اللي هو اختصره فقط في الاستجابة السريعة في لواقية اخرى دي شام بن عروة وتؤدي الامانة يبقى في سبع ركائز في انسانية العمل الانساني الاسلامي اللي هي اقولها تاني اه اه تصل للرحم يعني اهلك او عد انس اهلك تصدق الحديث تحمل الكل تكسر المعدوم تقرد ضيف تعين عنوارب الحق وفي نفس الوقت تؤدي الامانة كل هذه الاشياء تقول لنا ان العملية الادانة كريمة عنها ودي لو احنا خدنا هذا كمنهج منسمين منهج منهج خديدة سنخرج منه كتب ونظريات واراء تسبق تسبق كل هذه النظريات والاراء اللي مجدحين لذلك انا ارجع مرة اخرى بقول لكم ارجعوا مرة اخرى وعرفوا المعرف بثقافاتكم واخلاقاتكم وقيمهم وطريقكم وعقداتكم هنا بقى في بعض التحديات وذا تحدي انا عشته شخصيا وكثير جدا غير عشوه ليه بعض الحكومات بتحارب العمل الانساني والاجتماعي ليه لان الدول اللي هي تدار بعسكر او تدار بجهات امنية او تدار بيعني نظم ديكتاتورية تخشى على بقاءها فلذلك بتقلص مساحات العمل الخيري والحريات المدنية لانها لو فتحت الباب على المسرعي ستنهض مثل هذه الجامعيات وتحاول انها تغير المجتمع تغيير اجابة شامل ومن الاسباب اللي ما بيخافوا منها هي ايه ان في الكثير من الاوقات ان انت يا اخ وانت يا اختي تصل الى مكان الكارثة قبل بكثير من ان يصل اليه المسؤول الحكومي لان انت بتتحرك بالدافع الذاتي الانساني اللي ربنا حطه عندنا في قلبنا لمن اتنين كتير جدا من الاعمال الانسانية والاجتماعية بتكشف الفساد الحكومي انا مش حذكر اي بلد عشان مزعالش حد وبتتكلم بتظهر في هذا الفساد المشاكل المزمنة اللي والمشاكل اللي هي ايه الحادة اللي جاد بعد ان العام الانسان ده يعني بيخايفوا في الحكومات اللي هي الدكتاتورية دي الدكتوراتية دي ليه لانها بتعمل تلاحم جماهيلي مع العاملين لما لقيك انت في زلزال زي المغرب او في عصار زي اه ليبيا او في زلزال زي بتاع تركيا الى اخري الى اخري الى اخري او بتاع افغانستان انت سايب اهلك وولادك واخواتك وكل حاجة واعدة واعدة معهم فياعدة بيعمل تلاحم جماهيري بيخوف اللي هم الحكومات خاصة اللي هي ما بتديش حرجات مدنية للمواطنين بتطلع عن معلومة حقية لمعاناة الابناء الوطن لان بيعملوا احصائيات بيعملوا دراسات وبتالي هذي المعلومات بتكون من معلومات صادقة لانها جاية من الايه من الميدان بتوجد قيادات جديدة ستكون قياداتك مجتمعية مقبولة ليه لان المجتمع شافك شافك لما روحتي مرة للمكان دا ومرة للمكان دا ومرة للمكان دا وضحيتي في ناس جديد من بيضحوا بحياتهم الاجتماعية من اجل خدمة الانسان وانسانية ها فهذه اهلاء القيادة هم بيخافوا ان هذا عمد يوزي بمستهيل القيادة سيدي ايضا الا ان زيادة الكفاءات عند الموارد البشرية اللي عندنا وزيادة الدخل المادي لهم لان من طالما انت صادقة المجتمع موراكي حتى ولا كان مجتمع فقير الى اخرى يدي الى زيادة الموارد البشرية والمادية والاجتماعية سوى فيقوي قدرة داخل الجمعيات على اصال المعلومة المعلومة اللي عندها مش هتخليها عادة بس في داخل ابناء الوطن ممكن مؤسسات الانسانية خارج الدولة كذلك فلذلك لمثل هذه الاشياء الحكومات اللي انا ذكرتها بتخاف من انها تعطي مساحة حريات للمجتمع علشان ما تطلعش هذه الاعمال الانسانية كل هؤلاء كل هذه التحديات لهم وهم لو لو حسوا او شعروا ان حرية الانسان هتكون جزء كبير جدا من بقاءهم في سلطاتهم ده فهموا صح انا كل دي مقدمات نتكلم عنها علشان بعد كده هنكون عندنا شيء تاني فيما بعد في حاجة اسمها مؤسسات مجتمع مدني في حاجة اسمها عمل انساني مفيش عمل انساني ناجح في العالم كله بدون مؤسسات مجتمع مدني قوية ومستقلة بتعمله تدفع العمل وتحميه وتحافظ على المسافة مفيش ابدا 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 بدون مؤسسات مجتمع مدني لن نستطيع ان نبني عمل انساني ناجح وفاعل ومفاعل على الاطلاق فلذلك لابد احنا كمجتمعات او احنا كناشطين في مثل هذه المجالات نبني مؤسسات نحن نعيش الان في عص المؤسسات مش في عص العنتريات الموهبين من هنا قرائل لكن المؤسسة تبقى ويذهب الانسان مؤسسات المجتمع المدني هي القاعدة الاساسية الصلبة اللي بتبني عليها اساس مجتمعات لو احنا ما عندنا دلوقتي بعض المهندسين المدنيين ومعنا في 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 السامعين في في الندوة لما نيجي بنقول لهم آآ عايزين نبني عمارة خمس دوار او عشرة دوار او او الاخرة اهم الشيء بيعملوه بصبت الاسمن يجيبوا الحديد وربطوا الحديد لسياح الحديد برباط سلك بسميه سلك الرباط لو لم يوجد سلك الرباط هذا بينها السياح الحديد في الاساسات لن تقوم العمارة تكلفة سلك الحديد او سلك الرباط ده بالنسبة لتكلفة العمارة لا تكون واحد على الالف او واحد على عشرة لكن بدونه لن تقوم العمارة ولن يقوم البناء فلذلك فلذلك نذكر هذه الاشياء نجد ان الجمعية او مؤسسة المجتمع المدني هي سلك الرباط هذا بدونها لن نستطيع نضع صبة اسمنتية تقام عليها اساسها العمارة او اعمدة تقام علي اساسها الجدر مؤسسات المجتمع المدني هي اللي بتربط ما بين مجتمع ومجتمع ما بين ثقافة وثقافة ما بين تاريخ وتاريخ ما بين عقيدة ما بين قيمة وقيمة الى اخر فهي مؤسسات قاعدية ومتربطة مع بعضها البعض هي الشريك التالت في المجتمع زي ما انا عارفين في القطاع الخاص وفي الحكومة وفي اللي هو القطاع المدني اكثرهم رسوخا في المجتمع هو القطاع المدني. انا قد تأتي الحكومة لعشرة سنين. ثم بعد حون قد تأتي عشرين سنة وتلاتين سنة. انا اعرف فيه جمعيات في العالم العربي. عدت. عدت مثلا عدت مئة سنة. زي جمعية الشرعية في القاهرة اللي هي اكثر من مية وخمسة وشي سنة اللي وقت. تخير بقى كم حكومة عدت على انشاء هذه الجمعية. وغيرها. اوروبا في ثمانين سنة وفي تسعين سنة او اداخل. فننظر ان الشريك التالي ده هو الشريك الثابت لانه قدوره متأصلة في المجتمع. وهو الشريك الوحيد القادر على اكتشاف الفساد. الحادث بين القطاع الخاص الربحي والدوار الحكومي. وهو الذي يعلن دائما عن الفساد. لماذا انه يتجتم ريحة الفساد في هذه البلدان من مسافات مسيرة شهر او شهرين الى اخر. فهو مهم جدا. اه انا قلتها النقطة بتاعة المراقبة الفساد دي الاخرة. فده بالنسبة اه انا حط بعض التعريفات الجيلة دي يعني احنا استحدثناها بمعنى الدولة الفاشلة. والدولة الهشة والدولة القوية. الدولة الفاشلة هي الدولة التي ليس لديها مؤسسات السماع مدني. وليس عندها قطاع مدني على الاطلاق. والدولة التي ستعارب الحريات المدنية مئة وتمين درجة. دي نمرة واحدة. الدولة الهشة هي الدولة اللي فيها مساعة حريات ليترفز الناس. ليس ليتفاعل الناس مع المجتمع. يعني بتحاول بخدر الامكان لما تديش الحرية كاملة لكي لا تخرج هذه الحريات مؤسسات قوية. تؤدي الى يعني اول عليه ايه مش صدام تحدي لمستهدية الدول هشة. يعني الدولة القوية هي الدولة الوضخف نفسها. فبتعطي مساحة حريات مدنية لكي تنشئ من خلالها. واسات مجتمع مدني قوية. مجتمع مدني قوي حاول يساعد الدولة ويساعد الحكومة في بناء المجتمع. وفيه حل مشاكل المجتمع. تدول ثلاث دول لابد نعرفهم. ونقصهم على الدولة احنا نمعيش فيها. الدولة الفشلة والدولة الهشة والدولة ايه القوية. اما اهم قوة نعمة في اي دولة في العالم هي العمل الانساني. يعني انا كنت في يوم الايام في زيارة لطهران. مع مؤسسة من مؤسسات الكبرى في طهران وروحت فطرت مع السفير البريطاني هناك. واحنا بنتكلم في الفطار. اي انت كنت فيه? قالت انا رحت كنت رحت مشهد وروحت القم. وجيت على طهران عشان قابلك وانا ماشي بكرة او بعد بكرة. انا تعرف ان انا الى الان لا استطيع ان اخرب مكتبي لكي ازول احد هذه المدن. الا بموافقة الخارجية البريطانية وبموافقة الخارجية الايرانية. فهنا اعلموا ايها الاخوة والديها الاخوات ان انتم اقوى قوة نعمة في المجتمع. انتم والاعلام والفكر والثقافة والتاريخ. بدون هذه القوى النعمة لا تستطيع دولة ان تقيم اركان مجتمعاتها. ومن اهم ان لم تكن الاهم هي العمل الانساني. النقطة المرتمانية دي ودي اخر نقطة في المقدمة. مين بقى المنتفعين حقين من عمل الانسان. دي كانت محاضرة ان عملتها ممكن من خمس او ست اثنين. وهو هذكرها في ثلاثتاشر نقطة ان شاء الله علشان ما اطولش عليكم. اول هنا في خطأ في اول زي المؤسسات الامنية والاستخباراتية. حد يقول يا معقولة اقول لك اه معقولة. مفيش حاجة ببلاش. لو الدول اللي هي العسكرية. اللي بحكمها عسكر يعني. او اللي بحكمها او اللي هي اللي هي الدكتاتورية. تعلم كيمة العمل الانساني. لأفرادة المساحات اللي كي تأتي بهذه المعلومات. انه طالعون ايه بنتكلم فيها عن ايه? عن اكتر حد مستفيد. من الدول المانحة. من العمل الانساني. هي المؤسسات الامنية والاستخباراتية للدول المانحة. بمعنى ايه? بمعنى انا عندي وكالة تنمية دولية. في دولة امام الدول الاربير الامريكية. بتطلع وفق للمنهج منهج وزارة الخارجية او ساس الدولة. مبلغ مثلا مليار دولار اتنين مليار دولار او يورو او كذا او كذا او كذا. في مشاريع ايه? مشاريع محددة. يستطيعوا من خلال هذه المشاريع حينما تنفذ يعلموا على المعلومات الدقيقة للتركيبات المجتمعية في كل مجتمع في العالم. سواء كانت اقتصادية او اسنية او دينية او مواجهات الى اخير. فتلاقوا ان قيمة الدعم اللي بيعطى ليكم لو مش كمية الف دولار خمسين الف دولار ولا شيء بالنسبة للمعلومة اللي هستطفين منها الدولة التي تمنح منحها ليكم من خلال الوكالات اللي هي التنمية الدولية او من خلال مؤسسات الدولية. وبترجع المعلومة مين? لها هذه المؤسسات. لكي يتعلموا اين تصل المعلومة. النقطة التانية من المنتفعين اللي هي الحكومات نفسها والمؤسسات بتاعتها. لان بناء على هذه المعلومات الحكومات بتبتدي اقتصاد تؤثر لمنهجية التعامل مع مجتمعات هذه الدول الفقيرة. اما تنميها واما تستفيد من ايه من قدراتها اللي موجودة. وتجدوا ان عندها معلومات اكتر بكتير جدا من المعلومات المتاحة للحكومة المحلية. السياسيين نفسهم والمسؤولين نفسهم بيتغنوا بانجازات العمل الانساني. انا مثلا في يوم من الايام لما احد اعتقد في ساعة 2002 او ساعة قبل سقوط بغداد. تلع رئيس الوزارة في مؤتمر صحفي. وقال انا بسش بفلان فلانية. وذكر اسمي. انه في يوم من الايام قال ان ان الحالة الاجتماعية او الحالة الانسانية للشعب في العراق اصبح ساي بانجازات. انا قلت النص الاولاني. لك ما قلتش النص التاني. النص التاني بقى ايه? وده عشان ايه? عشان كذا وكذا وكذا وكذا. لا. لما رحت العراق من ستة وتسعين في القرن الماضي. وشفت قيمة الدولار وقيمة الدينار وشفت الناس شوم العيد. عيد الاضحة. ولا واحد فيهم في المزجب بتاع سيدنا اللي هو اللي هو اللي هو اللي أعزو اللي هو الصوفي الكبير اللي المعبود هناك ده. مش فاكر اسمه يعني. مزجد كبير جدا يعني. ولا واحد فيهم يلبس نبس العيد. وكلهم جايبين بشي ماشي بمقطعة. بجمات. جاي لي بنوم. ستة وتسعين في يوم العيد القضحى. ليه ايه? بشعب العراق. المصيبة السودة دي. ولما داحنا الاضاحي في احد المساجد. كان في هناك مظلة انا كنت نايم تحتها. لان زي ما احنا عارس ستمائة اضحية. في اليوم ده وزعناها على يعني المحافظات كلها. وجدت امرأة. لزي كان لما قولت الكلمة دي. وخدها السياسي وحورها. وجدت امرأة مغطية راسها ودخلها بتبص يمين وشمال. وخايفة حد يشوفهم. ووطت على الارض. وشايت حاجة. تعافوا شايت ايه يا شباب? شايت المصارين بتاع الخروف. تخيلوا العراق اللي كان اقتصادها اقوى من امريكا واوروبا مجتمعة. فيها عارفة والحاجات دي كلها والتاريخ. المرأة عايزة تعمل لأولادها يوم من ايد شربة. لذلك لما هيجي السياسي من السياسين يقول والله انا سمعت فلان الكزا. وحطت عليه حتة بتاعته بقى. اللي بيستفيد الاخر اللي من الاربعة او خمسة الدولة المصاري الدولية لانها بتاخد عليه فلوس. تديك فلوس وتاخد فلوس. يعني كنت مرة قاعد مع احد المسؤولين في الامم المتحدة. كان كان دي. قال لي علشان الفلوس توصل لصحب المال او صحب الحق. من الفقراء والمساكين. بتعدي على كذا وكذا 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 وكذا. هي تيجي للمكتب الرئيسي. مكتب الرئيسي تديها لأدارة فرعية. لأدارة فرعية تديها للمؤسسة دولية. بس دولية تديها للمؤسسة دولية اخرى. اللي هي في في العالم الاخر. بس دولي الاخر وتديها لأيه? لمؤسسة محلية. قال لي يا هاني احنا عشان الفلوس توصل هناك للناس. بيطلع منها من اربعين لخمسين في المية قبل ما تصل لصاحب المال. شفتوا بقى اديه? كله مستفيد. الفرد نفسه المانح مستفيد. ليه? لانه بيزكي نفسه. زكي ماله. زكي حياته نفسها. كل هؤلاء مستفيدين. المجتمع المدري مستفيد. لانه بينامي نفسه. كل ده من مال الفقير. كل ينمو يستفيد من مال الفقير. فلزيك لابد ان تعاملت مثل هذه اموال معاملة سيدنا عمر مع مال يتيج. ده كان بيقف في وسط الصحراء. يدهن اللي هو الايه? الجمال الى اخرى الى اخرى. وصلت مجتمع الماني مستفيدة منه. بس نقول لكم اول واحدة. اللي هي المؤسسات الامنية والاستخباراتية. الدول والمجتمعات مضيفة. طبعا لما مسلا. انا اديكم قصة حصرياتي. في الف سوية ساعة وتسعين. في شهر نوفمبر كان زيارة التانية او التالتة او الرابعة او الخمسة لمنطقة الشيشان. كان الحرب التانية. اللي بدأت في هذا الوقت. فقلنا نروح نعمل ايه? نروح نفتق. كان مزانيتنا كان عشر عشر تلف. كان لسا حرب ما بدأتش. ولما دخلت هناك. ونزلت من موسكو. لنزران نزران في انجوشيتيا. من انجوشيتني اخدنا عربية دخلنا فيها اللي هو لعاصمة الشيشان. عدنا هناك كمين? شفنا الهوائي. من ناحية ايه? بيوت كانت تقصف بالسواريخ. فتحة في الجدر عشرة متر. حفر في الارض عشرين وتلاتين متر لان القنبلة من عشر وزنها قد ايه? المهم. عدنا هناك وكنا رايحين ويعني بنحاول نجمع المعلومة والصورة. بقى ايه طريقة? وخرجنا محدش يستعنينا. انا واقس ومحمد. واحصلنا اشياء كترة جدا في الطريقة وحنا خرجين. يعني وابلس وقفنا وانا كان عندي لحية وكذا وكذا الى اخرين. واملنا باهانة. وحقق معنا. رفعنا الميزانية بتاعتنا من عشرة الاف دولار. للاستجابة السريعة الى مئة الف دولار. فلما شفنا الحجم الضمار الذي لا يستطيع ان يتخيله احد. قلنا للمؤحاسب عندنا في بريطانيا يا اخ هارول قال نعم تلوح حطيلي كمان صفر ام قفل التليفون. قال لي معيش ولا مالينة. المعلومة اللي احنا جبناها شواء عشان تعرفوا قيمة المعلومة في الوقت الصح في المكان الصح. اللي هي الصورة والاحصائيات. والتوجب مع الناس. جعلتنا نكون لنا السبق على المؤسسات الدولية الكبرى. لان ما كانش فيه ولا مؤسسة يدخلت لجروزنين. او حتى اا اا نزران. في انجو شاتيا. فلما طلعنا الصور والارقام. تعرفوا يا شباب احنا ده كان الكلام ده في شهر نوفمبر. الف وتمينة سعين. تسعة وتسعين. تعرفنا في شهر مارس. احنا كنا صرفين كم في الشان اكتر من اتنين ونص تلاتة مليون دولار. ثقة وتضحية. رؤية مخاطرة. لما جينا بقى في الزيالة التانية استقبلنا استقبال الفاتحين. درجة ان انا واخونا يوسف واخونا محمد وكذا وكذا كنا. انا كنا بنبكي في العربية. تخيالنا الطريقة اللي احنا استقبلنا فيها شهر نوفمبر. لان ما كانتش معنا فلوس. والطريقة لما استفالت المجتمعات مننا استقبلونا بها. رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكذا وكذا. في كل الجمهوريات الشغالة بتحقيقها. فالدول والمجتمعات بتستفيد من بال الارملة واليتيم. فضال يا اختباه وحياتي. فضال يعني. المرتباتنا بتتدفع منين? ايه واحد ييجي يقولكو? او يستعلف كلامه على يتيم ولا على ارملة ولا على مسكين ولا على ولا على ولا على ولا على. نعلقه من عرقوبه. بمعنى ايه? بمعنى نحن جميعا. اخدتوها دي حلقة افودنكم عشان تعلموها لأولادكم. اجراء لدى الفقراء. لان الفقير هو صاحب المال. والفقير هو الذي يعاني اكثر منا. والفقير هو الذي ليس له مطعم ولا ملبس ولا مسكن ولا مدرسة ولا مأوى ولا مشفى. ونحن نتناعم. فلذلك من المستفجين من العمل الانساني العاملون المتوعون. فإن استفدنا لابد نستفد بقدر. كما كما اطر لنا ازاك بقول العزين نعرف المعرف مرة اخرى. كما اطر لنا السادة الصحابة. رضوان الله عنهم. العمال نحن بنققر لهم. يعني ما كنا بنققر مسالخ. ده كانت مسالخ دي كانت في في المناطق المجارة للشيشان اللي هي في قبردين بالكاريا. مسالخ كاملة. كنا بنربح في 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 العيد الاطحى اربعتاشر الف راس. بس. لازمة الشيشان. ببقى فيه مستفدين المسالخ. تجار رؤوس اللي هي بتوع المواشي. اللي هو عم نحولها لسجوء بعد كده او اللي هو لانشن. يعني فيه مصنع. كل هؤلاء مستفدين من ايه? العمل الخيري صناعة. صناعة وحرصة ومهنة. وليس فقط صناعة صناعة مجتمعية. تحرك الصناعات المحلية. وتبني اقتصادات. وتأثر بيها المجتمعات. حركات الاسرماليسة السلوء المحلي. لما احنا مسلا دخلنا في كبردين باركاريا في مدينة اسمها نالشك. في خلالة تاتوش هدولة ثلاثة مليون دولار. كان عندنا السجادة الحاملة نفروشة. كنا نامين فوق صور اللي هما اللي بيسموهم ايه? اعوذ بالله مشانا نجم الكلمة دي. اللي هما اللي كانوا بيحكموا قبل كده. عطونا هناك. عشان نام فيها. الى اخرة. ليه? لان انت بتحرك رأس المال الداخلي. فيه جمهوريات ضعيفة وفقيرة. قال يا رسان اه علاء مين? علاء آآ عيد. يعني آآ ذكرتنا بالآيام الجميلة بتاعتنا لشك. الاعلام بيستفيد. طلع قصص. انا هديكم مسلا دلوقتي. شوفوا مسلا كل الاعلام العربي. في خلال الاربع تشهر اللي فاضحة. كله مسلط. على ما يحب ان يسمعوا المستمعون. اللي هي? غزة. من الاعلام ده بقى? خلاص ملأ اللي هو الفضاء بتاعه. بكل القصص بتاعت مسلا الدح ده الدحدوح. الدحدوح. الدحداح ده ده اللي هو كان صحابي. الدحدوح الى اخري الى اخري الى اخري الى اخري. العام مستفيد. قصص بيحكيها كل يوم. اللي بعد كده هو. لقد بقى والفنانين. بيكتبوا قصص. واشعار. ومسلسلات. وافلام. من اين? من كل الاعمال اللي انتو بتقوموا بيها. فاول بتفتكروا ان العمل ده مجرد ان احنا بنادي كيس كيس طحيم ولا كيس روز ولا كيس مش عارف اه بطاطس الى اخري. اللي بعد كده هو المتاجرون بالعواطر. فيه ناس بقى ايه لهم ايه المنافخين. كتير. وده اللي بيزعلنا انا جدا جدا. لان احنا يا شباب شوفنا جيلي السبعينات التمينات اللي كان بيضح بكل شيء في ايده. واندائما اذكر بالخير اخونا راح مطلع لي واستاذنا الدكتور الدكتور عبد الرحمن الصمات. اللي ترك الكويت. وقعد هو امراته في افريقيا. بعض الدول. شهور. اذكر قدك اخت ما زالت حيا معنا. اختنا مع عائلة عسعوسة. كويتية اخرى. ايه من من امبناتي وحبيبي الى اخرة. وخارجنا في الادارة. من جامعة في امريكا. منعينها ميسورة. تركت. تركت. تركت الكويت وقعدت في اليوم الى ستاشر سنة. الشخصيات دي كلها. اللي قبلوا بلان حسن لا يمكن نسمح المتاجرين بالعواطف انهم يتاجروا مرة تانية. فلا بد ان ننزل هؤلاء ان نجوم مرة اخرى. لما ننزل في باكستان وانا بسكر الاسم ده مرة واثنين وثلاثة وقمسة ومعشرة. اللي فيه مؤسسة ايدي. انت بتكبروها باللغة العابية ايدي. اللي هو عم تستر ايدي. اللي هو امه ماتت لان ما كانش فيها عربية اسعاف. بقول الخمسينات. فعمل مؤسسة للاسعاف. وهو كان كان بيع يمشي على البيوت يبيع اشياء مش متعلم. استطاع ان يؤسس هذه المؤسسة. لان ما مات كان فيها عشرات الالاف من الموزفين. والمتطوعين. تضحية. ومسيرة. وبناء. ورؤية. وانحناء. وتواضع. لاصحاب الحقوق اللي هم الفقراء والمساكين. اخر واحدة رح حطيت في اللستة دي اللي حطها قدامكم. لهم اصحاب الحقوق. لما لابد يكون هم الاوائل. ان شاء الله. انا كده يا دكتورة اه خلص تقريبا. ودي كانت المقدمة. ان شاء الله لما بعده في محاضرات اخرى. تفضل يا دكتورة. احسن الله اليكم دكتورنا الكريم. على ما قدمت في هذه المقدمات. اه مقدمات قيمة ولا شك. وهي تنمو عن تجربة واسعة في المجال. اعرج فقط على ما ذكرته عنوين. العرب دكتورنا الكريم. فقد اه عرفت اه منهم الشباب. ايضا ما تعرف الانسانية في فهم ثقافتنا العربية والاسلامية. ما هو العمل الانساني. اه الذي نريد القيام به. العمل الانساني ليس حكرا على البشر فقط. ايضا العمل الانساني الخيري هو جزء من رسالة منه. هو. لماذا اه تحارب بعض حكومات العمل الانساني والاجتماعي. اهمية العمل الانساني وبناء مؤسسات المجتمع المدني. من هم المنتفعون من العمل الانساني والخيري. اه نفتح المجال اه للاخوة والاخوات. اكيد لديهم تساؤلات. و اه يناقشون هذا الموضوع باذن الله تعالى. ازبا الاخر عايز بمادة المحاضرة. بس انا اقاب بس على سؤال ده. انا بس هراجع كل المحاضرة كلها لان ده ده تلت المحاضرة. دكتورة. ده تلت المحاضرة فقط. ثم راجعها كلها مع الدكتورة. والدكتورة حياتي هي استازتي. وتفكرني بنجابة العالمات المسلمات اللي منهم كانت السيدة اه نفيسة العلم في مصر. التي كان يحضر لها سيدنا الامام الشافي. يتعلم منها. ام الدرداء الصغرى التي كان يحضر لها الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان. وانا احضر اليوم للاستاذة اه حياة عشان اتعلم منها. فهي امرتني. اه? فانا اتعط. ولكن عشان اه? لابد اتراجع ما اقول لكي ان ننشره عليكم فيها بعد. تفضلوا. اه اه اول متدخل الدكتور ماجد ابو عزالة تحضر. السلام عليكم. عليكم السلام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه المحاضرة الطيبة الماتعة المفيدة القيمة. ومهما ذكرت لن اوفي حق من رتب لها ومن اعطاها ومن يعمل على ان يخدم هذه الامة والمجتمع. وجزاكم الله خيرا. هذا اولا. اه ثانيا اه انا اعمل في موضوع اولويات العمل الانساني. اه لخدمة اه ما اه بعد مثلا الكوارث او اه الحروب او الازمات التي تمر بها الامة. ودور الشباب في اه انقاذ ومساعدة وتقديم اه ما يلزم لخدمة اه هذا المجتمع اه في اثناء الازمة او قبل الازمة اذا كانت متوقعة او بعد حدوث الازمة اه بوقت قريب او ووقت اه بعيد. يعني هذه المراحل اه جيد ان نشير انه هناك فترات زمنية تتعلق بحدوث الازمة بغض النظر ما هو انوان الازمة. اه هل هي ازمة طبيعية ازمة كارثة بسبب عمل انساني او وغيره. مثل ما تفضلت يا دكتور هاني وجزاك الله خيرا. اه من الجميل وانا احب ان اتعاون مع دكتور هاني ذا سمحت لي مؤسسة المنار ان تبادر في ان نعمل اه دليل للشباب دليل العمل الانساني اولويات العمل الانساني. اه قد يذهب بعض الشباب لتقديم شيء يقدم شيء عن شيء. ويكون الجهة المتضررة هي بحاجة شيء اخر. فعملية التنسيق لاحتياجات الجهة التي تحتاج الاغاثة وتقديم المساعدة تقيم ويجب ان تكون في خطة طوارئ. يعني تكون خطة جاهزة طوارئ. مثل ما تفضل الدكتور يوجد عندنا خطة منظمة وعمل منظم وتعاون مشترك من اكثر من جهة. ولكن نضع خطة طوارئ حسب الحدث الذي يحصل. ونضع اولويات لما سينجز اولا باول. يعني قد يكون احيانا ارسال الغذاء في البداية افضل من ارسال الملابس او المواد السكنية كذا. قد يكون المواد السكنية او بعض الاليات لرفع الانقاض او مساعدة البشر قبل ارسال هذه الاولويات. ويوجد الكثير من ترتيب هذه الاوليات. انا الان اعمل حقيقة في عمل دليل لهذه الاولويات في العمل الانساني. لعلنا نتعاون مع الدكتور هاني اذا شاءت الاخدار. بالتعاون مع يعني تحت مضلة مواسسة المنار. وكرر شكري لكم جميعا. وانا ما انا الا طالب علم اقدم شيئا يخدموا الامة ان شاء الله. بمعونتكم ومساعدتكم وارشادكم. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا دكتور ماجد ابو غزالة ونسعده بالتعاون معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام واحمد الله. اولا انا فخور جدا بان يكون من ضمن هذه الا من انت انت شكلك ليبي ولا ايه? ليبي? لكتور. ايه? ازاك التكتور ايوه من ليبي يوم ترابس. حبيبي تسلم تسلم. طبعا انا 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 اول ان اتشرفت جدا 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 بكن باني كنت من من ضمن اهتمامات الاكاديمية المنارة وهذا يدل على ان الاكاديمية فعلا اه استراتيجيتها اه واختياراتها اه دائما ممتازة وانا كنت في في مناخ في جو الاكاديمية اللي مش هنلاحق عليه وطبعا مش هنعرف مش مش هنقول الكلام يعني اه احيانا اه بناقض وقت الا التامين لحضراتكم واحدة الاخوة المشاركين في المحاضة. اه طبعا احنا تلاقينا في قصة في قصة درنا وفي قصة لغاة وفي قصة الواحد وانا كنت مهتم لانا رأيت في الاكاديمية للامانة للامانة التاريخية وهذا يحب سجد لهذا في هذا الكلام ان هناك اسس وقواعد للعمل للعمل الانساني بالدرجة الاولى. والعمل الانساني عندما يكون فيه يكون فيه متخصص ويكون فيه في يمتزج ما بين المتعة والراحة النفسانية والمطلب الانساني المطلب الروحي مش يعني مش حتى الجهد مش حتى الجهد العضلي الفكري الديني العقائدي يعني بي مختلف مشاربنا هنا الان فاني احب سجد افتخاري في اني كنت من اه من اه 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 اكاديمية وكل مشاركة كل منشط الاكاديمية من ذلك الاشتراك اه كانت يعني كنت موجود يعني شوفها وهذا هذا فخر لياني تاجة حطها الراسي وافتخر بحضرتكم كلكم يعني الدكتورة والدكتور هاني وكل العاملين في الاكاديمية هذه الدرجة الاولى. تانيا طبعا استفقى سفزني العنوان وهو دور الشباب في العامل الانساني. طبعا للي يعرف عنهم في خلال فترة وجيزة ادعي معرفة الشخص البشر. لاني مهندس الكمبيوتر اختياراتك دكتور هاني انت خطير جدا في اختيارات. الشباب بيئة مهمة جدا جدا دونها لن يقوم لنا قائمة للعمل الانساني ولا الديني ولا الفكري ولا الادبي ولا اي حاجة. هي شريحة مهمة جدا. ولما تكلم على الامل غير انها تشكل في كل المجتمعات تشكل يعني احنا نتكلم على الامة العربية والاسلامية حتى يكون ما فيه شيء ما يكونش فيه نحياز طائفي او 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 اثني او يعني الاوسع عن نقاشنا شمولي. تمثلي فوق الستين في المئة فوق الثمانية السبعين في المئة من ثلاثين وسبعين في المئة من مجموعة البشر هذي وفق دراسات عالمية يعني البشر للشباب الموجود في البشر في البشرية يمثل يعني من عند الثمانية ستين عن ثمين في المئة فاختيارك لدور الشباب كمنحة كمنحة في العامل الانساني وكأن حال لسان العنوان يقول وانا اجزم بذلك لانا اجاد ادعي معرفة طبيعة تفكير حضرتك ان لن يكون هناك عامل انساني بدون الشباب مع احترامنا لكل 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 انا اتكلم فيك على العتاب الستين يعني لا اعتبرفتي بنوح الشباب ولكن ولكن اه 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 ادعي عراجك على قصة التمويل وتصنيفك للنقاط ولمن هو اللي يقول في العامل الانساني هذه خطورة تربعك على عرش الاكاديمية دكتور هاني هنا تعظيم سلام هنا تعظيم سلام لأول الاختيارات اللي نحن في ان نحن نكون نكون مستمعين منصطين جيدين لشخص انت واخرين قدرتكم تقدمونا في شيء رهيب جدا لان كل الاموال الموجودة هي اموال المجتمعات اي ادعاء بان في من او فضول هو ادعاء زائف هو ادعاء زائف واذاك حب يضيف معلومة قال اتدرون ان هناك مليون يموتون من الجوع وهناك ستاتة مليون يموتون من الطخمة لان هناك حق حق اغتصب ماذا في مليون كل ساعة يموتوا بالجوع لان في ثلاثة يموتوا بالطخمة فان يحييكم وافتخر لاني نكون من ضمن هذه الكوكبة مستمعا للإفاة الشخصية واني في تحت خدمة الاكاديمية في اي حاجة نقدر لها ورغم الظروف العامة ولكن اه افتخر اي مفتخار في اني ني موجود ضمن هذه الكوكبة شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا على كلماتك طيبة المباركة اذا كان هناك تساؤل او اضافة اخرى ان شاء الله ونفتح المجلة للدكتور واذا كانت هناك مجموعة اخرى من الاسئلة نفتح ايضا مجموعة اخرى تفضلي استاذ عتيق شكرا جزيلا على دكتورنا الفاولاء بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رأس الله تحية اكبار لكل شيوخنا واساكذتنا واخوانا واخواتنا في هذا الجمع الكريم دائما برك الله فيكم ونار اكاديمية ونار على هذه المواضيع المختارة بعناية دائما مستفيدونكم اه اختصر فقط اه في سؤالي اه دكتورنا الفازل لا ممكن انا اطرح انشغال ليسا انشغالي انا 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 مقيمة في دولة اعزي اه اطرح انشغال لبعض شبابنا الجزائري او للعربي بسرعة معني ليسا شباب دولة معينة ولكن العديد من الشباب اه اه مصالتني بعض الانشغالات انه طبعا كما نعلم بانه في المجتمع الغربي لم تبقى الجمعيات ولا العلم الانساني حكر للمجتمعات المسلمة فقط او المسلمين فقط كانوا في بلادهم او في غير بلادهم لكن يا طبعا منذ قرون صارت ايضا من ثقافة الغرب فالعديد من شباب ما ممكن يقبلون بقوة بحماسة على الافخراج مثلهم هي الجمعيات لكن في بعضهم ممكن يلاحظ احيانا انه هو اعطى جهده واعطى ماله واعطى افكاره وكذا منهم من يلاحظ احيانا ان في هذه الجمعيات التي اعطاها جهد واعطاها سنوات جهد او مال او كذا يلاحظ انه بعد زمن انه اهدافها يعني يحس بانه فيها ريب هذا الهدف هذه الجمعيات فلاحظوا ما يريبهم من الاهداف الممكن الباعدة والقاربة للجمعيات باختصار دكتورنا يعني نود نصيحة منكم للشباب المقترب سواء للدراسة او من ولدة في دول مغرب نصيحة من مجردين لهذه الفئة من الشباب حتى تحسن الاختيار للجمعيات بارك الموضوع شكرا جزيلا استاد عتقى من جزائر على مشاركتك الطيبة دكتورنا ان شاء الله تجيب عن هذه الاسئلة وبعدها نمسك الفرصة للاخوة اخرين ان شاء الله انا سعيد جدا بالاخ ماجد ابو غزالة واخونا من طرابلس اسمه عبد نطيف ولا عبد نطيف واختنا عتيقة بالنسبة للدليل اللي بيعملوا اهلا وسهلا يعني يمكن نشترك معاك فيه وانطيف الاكاديميات انا ما عندنش اي مشكلة ابدا في الموضوع ده اه وبالعكس احنا اول اصدار لنا كمنتدى اه عمل انساني كتاب احنا عملنا لول اذان الجديد هم موجودة على امازون كنسخة اللي هي نسخة الكترونية اللي عايز يستطيع ان يحصل عليها يعني اعتقد موجودة ممكن اخونا في في الاكاديمية بعد تكون رابط بتاعها وذا جي بناء على ان احنا يا اخ ماجد ويا اخت عتيقة ويا اخ عبداطيش لابد ان نؤذن لاذانك بديد نؤمن به ثقافته وقيم واخلاقياته علشان نستطيع ان احنا يكون لدي دور مهم جدا في العمل الانساني دي نمرة واحد نمرة اتنين ردا على اخونا عبداللطيف واخونا ماجد احنا بنصدر الكتاب التالي دلوقتي اللي احنا مشتركين فيه مع اخوانا اخواتنا في الاكاديمية المنار وده بناء على ورشة العمل اللي احنا عملناه لمدة سبعة ايام في ليبيا وحضرها مئات الاشخاص في خمسة وعشرين ساعة وتفرغ المادة العلمية الان لكي تكون هي دليل للاستجابة الفاعلة لما حدث في ديرنا وده حصل ان كل المتطوعين كل المعطرين وكل المحاضرين تطوعوا بوقتهم وجهدهم وفكرهم لانجاح هذه الدورة اللي احنا عملناها ما بين بنغازي والترابلس ومدن اخرى كذلك هيكون الكتاب التاني اللي احنا بنطلعه ان شاء الله في هذا العام عشان نحن نعمل له كدليل يعني الى اه لابد احنا لابد ان نطلع كتب ونطلع وثائق ونطلع اه 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 دراسات ده بالنسبة للامرين الاتنين اللي نتكلم اه عنه بالنسبة لعدد الشباب اللي هما ما بين تسعتاشر وتمانية وعشرين في العالم العربي العالم العربي يقال الان اللي هو تعدل ربعمائة وخمسين مليون اسمار نسبة السباب فيهم ما يتقل عن مية وعشرة مليون نسبة تخيلوا مية وعشرة مليون مبدع مية وعشرة مليون طاقة مية وعشرة مليون فكر ونجعلهم يركبون البحر يذهبوا لبلاد من اكل كسب العيش تخيلوا لو مثل هذه الطاقات والكفاءات استغلت لاصبح العالم العربي في مجال يتقدم فيه على اوروبا والغرب كمان عدد الشباب اللي هو العاطل على العمل وفق واحدة الاحصائيات في مصر من الناس اللي عندهم دراسات جمعية وعليا 39 منهم 39% فلما ننظر لمثل هذه الطاقات لماذا تهدى هذه الطاقات لماذا تكون كثير جدا من الحكومات في العالم العربي تعرضة وليست جاذبة وفرقة وليست مجمعة السؤال ده مهم جدا لنا كلنا لأن احنا اكتر اكتر امة في العالم فيها نسبة شباب فده بالنسبة لاخونا ماجد واخونا عبداللطيف في مسيحة المؤسسات يا اخت عتيقة تتغير يتغير الرجال وتتغير مسارات ودي سنة الحياة ان اردنا ان نحافظ عليها يا اخت عتيقة ان اردنا ان نحافظ عليها لابد ان نربي الشباب ونحن في مركز السلطة داخل المؤسسة لماذا؟ لان يأتي المؤسس ويموت ولا يعلم احد وقد يستأثر بعض المؤسسين بالركب والوجاهة والسمعة وده خطر على المؤسس وعلى المدراء وده بقى نحن نتكلم على الوصف الوظيفة يكون في الوصف الوظيفة بتاع كل مدير ادارة وكل رئيس قسط وكل رئيس مؤسسة يكون في ايه؟ يكون في احد النقاط اللي هي بتقول عليك ان تربي مجموعة من الشباب والشبابات اثناء وجودك في مركزك قبل ان تترك مكانك ما ينفعش ابقى رئيس ما ربيش ما ينفعش ابقى قائد ما اخرجش قاضات احنا مش عايزين تبع بطلنا التبع دول مش عايزين ضلال مش عايزين اطلال مش عايزين نتكلم عن ماضي تليد فبالنسبة لما تقوم به حينما تستوي عود المؤسسات تركد وتستكن ليه لان الدعم بيجي اوتوماتيك تلقائي وانا كان عندي محاضرة موجودة على اليوتيوب عندي اسمها ماذا يحدث حينما اسمها يا ربي تندج المؤسسات انا رضيت لان ده كان سؤال من شابة من بناتنا كنا مسافرين مع بعض من تركيا لبريطانيا وسؤالتني السؤال ده وهي من بنات اللي انا يعني عائلية يعني يعني ما نعرف بعض العائلات منذ مثلا من عشرين ثلاثين سنة قالت لي يا عمه ماذا يحدث حينما تستقر المؤسسات تعرف رضيت عليها قلت لي ايه اخت عتيقة تستنقع وتستنتع طبعا هي بتتكلم مع عربي مصري مكسر والانجليل بتاعها لبريط هي تلعني ايه بتحول لمستنقع لان الابداع بيتكلس ويتجمد ويركد وتبدأ فيها الادارة تختف بمجموعة من الانطاع منهم يحافظ على ادارته فقط ويحافظ على قسمه فقط او قسمها فقط وكلما يعينه حد يعينه نطع جديد او نطع جديدة فلذلك بعد ان تستقر المؤسسات اخت عتيقة تتحول لمثل هذه المسيرة والعيز بالله فده اللي حصل دلوقتي لا تحولوا المؤسسات الى ما تشبه مؤسسات حقومية تبقى ضمنا الميزانية كل سنة فلابد ان يكون المدير والمدراء والمسؤولين الاول عن ابقاء هذه الروح وابقاء الشباب وتدريب الشباب وتأهلهم واعتارهم مراكز في القيادة وهم في مراكز السلطة وإلا هيحصل فيها اللي انت بتتكلم عنه يا اخت عتيقة استنقاع واستنطاع وانطاع ومستنقعين ولو كان أخونا حمادي يعرف المحاضرة من على اليوتيوب ماذا يحدث حينما تستقر المؤسسات نبقى اللي بعثها لكم على الرابط فضل يا اخت دكتورة حيات شكرا جنزيلا دكتورنا الكريم بشرة يعني للاخوة والاخوات العاملين الحاضرين العاملين في المجال الإغاتي والخيري وهذه بشرة لهم بصدور كتاب أبعاد العمل الإنساني الأدى الجديد فهو كتاب قيم جدا وهو صدر عن منتدى العمل الإنساني العالمي وقد تطرق الأخ الأستاذ عبد الحفيظ النفار لدورة تدريبية والتي كانت من تنظيم منتدى العمل الإنساني العالمي وبشاركة أكاديمي سمانار كما أشار الدكتور كانت لمدة 25 ساعة دكتورنا الكريم هناك عدد من الإخوة تفضل أستاذ بن بغداد السلام عليكم والسلام عليكم بداية كل شكر والتقدير لأستاذنا الدكتور هاني البنة صراحة الواحد يستمتع وهو يستمع له حيث يعني الدكتور سبحان الله العظيم في محاضرته يحلق بك يعني بين بساتين المعرفة وعلى رأس هذا المجال اللي هو يتحدد فيه مجال العمل الإنساني وهو خير من يجيد يعني إصال المعلومات والأفكار في هذا المجال وهي أفكار منهجية وعميقة تتميز بالعصال والعمق حيث تبقى راسخة وتترك الأطر في نفوسه قوله بمستمع كذلك دائماً ما تجد أفكار الدكتور البنة مبارك الله فيه ترجع بك إلى الأصول المنطلقات الأساسية التي تجعل بوصلت من يريد أن يسلك درب العمل الإنساني على بيينة من أمره وعلى أساس صحيح وسليم يعني بعيداً عن تفريغ العمل الإنساني من عمقه وكذلك بعيداً عن عن تفخيخي بمصطلحات يعني ممكن نقول بين قوسين جوفاء كنت ترى كنت شجلت سغال لكن أعتقد الدكتور سبقني به أو كنت سأسأل الدكتور متى يعني متى يضع لنا يعني كتاب يجمع في هذه الأفكار وهذه المصطلحات وهذه الوقتين سبحان الله العلم كانت يعني للبشرى أن الكتاب يعني جاهز ممكن الآن الإخوة والأخوات يعني يعني يشتروه يعني يعتكفوا على على دراسته والاستفادة منه السؤال أعوده بسؤال آخر ونحن نتحدث عن احتضاء المبادرات على الشباب هنا أريد أصد الدكتور عن جهود المنتدى للإنسان العالمي لتوجيه الجهود والمبادرات الشبابية في عالمين العربي الإسلامي والإحصائيات التي تكلم على الدكتور وتكلم على الإخوة والأخوات للمتدخلين يعني يعني حول نسبة الشباب وحيويتهم في المجتمع العربي الإسلامي هنا نتكلم كيف كيف نفتح للشباب منصة للمبادرة والإبداع وهل يمكن أن يتجه وهنا نتكلم عن المنتدى الإنسان العالمي ليفتح له فروع في دول مختلفة يعني ممكن تلعب هذا الدور في احتضاء المبادرات الشبابية وتحريرها وتوجيهها يعني لخدمة الإنسانية بساكم الله خيرا دكتور بارك الله فيه شكرا شكرا جزيلا أستاذ هناك سؤال مكتوب إذا كان هناك آخر سؤال شفاوي فلتفضل ومشكورين تفضل أستاذ سالح أولا السلام عليكم جميعا وشكرا خاص الدكتور على ما قدمه استفدنا احنا كفئات الشباب كثيرا من ما قدموا لديه من خبرات وشكرا عام لكم كمنتدى على هذا الفعالية أو على هذا الحضور المسيح الجميلة أولا دكتور عندي بعض الأسئلة بس لكن عندي فقط أنا سلبيات وما أخذش للجانب الإيجابي فجزء مبادرة الشبابية احنا كأنسان نشتغل في جانب المبادرة الإنسانية والشبابية فالأغلب الذي اشتغلنا معهم يعني متكلم مع دولتي هنا باليمن ما يهتم فقط طلاب العائد الشخصي أكثر شيء يعني في هذا الشباب عشان أخرج من هذا الشيء فهذا بتحصل بمشاكل يعني كبيرة وكذلك ما فيش دافع قوي لجانب الإنساني أو جانب التطوعي أنه يكون متطوع أنه يكون له بصمة في المجتمع فأتمنى أنه يكون لنا يعني كذلك من هذا الجانب وأتمنى وأنا أحب هذا الجانب بشكل كبير إن شاء الله تكون وصلاة فكرتي شكرا جزيلا أستاذ صالح بعد دكتور هاني آخر متدخن إن شاء الله أستاذ موسى تحية طيبة لكم جميعا قلت لك نحن ندعوك همية العمل الإنساني وأكبر دليل هو قيامكم بجلسات حوارية توضح همية العمل الإنساني ومراحله وكيفية تفوقي به دائما لكن أتمنى يعني توضيح من الدكتور يعني في تحديات سالفة الذكر وذكرها التي تواجه العمل الإنساني عادة كيف نواجهها هل في خطط معينة أو تقف عندها أو تحاول كيف أنك تتلائم مع هذه التحديات بيش تكمل المهام بتاعك وإذا كان ما هي أفضل الطرق التي نستطيع من خلالها تحريض الشباب بالناشئة هذا على الإنخراط في العمل الإنساني بشكل عام إضافة يعني لل ليسا الكلام اللي قالها الدكتور في الأول يعني نبو توضيح فقط في النقطة هذه وبرك الله فيكم طبعا من جنوب ليبيا تحديدا من بلد شكرا السلامة بارك الله فيك أقرأوا للدكتور سؤال مكتوب هو في نفس المعيقات هل يمكن اعتبار الأشخاص الذين يتجلون بمآسي الإنسانية ناتجة عن الحروب والكوارث الطبيعية من الإشكالات التي تعرقل العمل الإنساني ككل تفضل دكتورنا الكريم بارك الله فيك شكرا اخر سؤال ده او اخر تعليق ده طبعا سبب مشكلة يعني انا هديكم بعض الأمثلة عشان يكون انا صريح جدا معكم الناس اللي راحوا قالوا احنا رحنا غزة معادش راح غزة خلاص الناس اللي نزلوا في البلد زي مصر صواروا حبة حاجات وقالوا احنا عملنا كزا وكزا وكزا انا بسميتها دليس انا مش ههزر بعد كده مش هنقعد نشوف ناس مات منهم تلاتين ألف قرح سبعين ألف حج مليون وتنين عشرة وتنين عشرة ونزلنا خد صورة نفس الموضوع ده حصل في المغرب اللي احنا نسميه السياحة الإغاثية تقول لا كجمعيات وكأفراد زي ما اخنا قال الناس اللي بيروح عشان فقط جمع المال وبعدين عملنا ايه بالمال اللي هي المرجعية مرجعية الضمير لما نروح الاماكن زي كده هو وكل واحد يقول انا مؤسستي الاولى لدرجة تعرفه من كتر التدليس اللي اسمعناه على الموضوع في غزة احد الناس والجمعيات خطأا قالوا احنا الطيارة بتاعتنا وصلت غزة طب انا اعمل ايه دلوقتي اصوت ولا اضحك ولا شد شعر اعمل ايه يعني واحد يطلع على الصفحة بتاعته يقول احنا ودينا طيارة ونزلت في غزة اقول ايه بقى انا عندوقتي سمع يا اخونا موسى فالناس دي لابد احنا نقب بالمرصاد بتقول لا في المعلومة اللي بتنشروها ولو في دولة زي المغرب سمحت لكم النوكوتيجو اثناء الزلزال وتعمله يعني خففوا بقى ان انت الاول وانت الاحسن وانت الاكبر وانت كزا وانت كزا وانت كزا وبعدين اختفينا كلنا انا كنت في باكستان اثنان اللي فاتت في شهر اكتوبر بعدت هناك حولي اسبوعين بعد ما كنت مع موعة من الشباب من كندا خلصت معا نزلت على منطقة اسمها السن اللي هي كل المياه بتاعت الفيضانات اللي حصلت من الفين واثنين وعشرين وصلت للسند منطقة دي سند منطقة كبيرة اكتر من مليون بيت اتدمروا الى ان كنت هناك العام الماضي عدد المنازل التي بنت رغم عن ان الاموال اعطت للحكومات كانت بالالاف فقط فما احنا يجيش بقى ندلس على الناس اخوانا انا بقول الابوال اللي بقول قلمة ايه السوشيال ميديا هي ذح لها فوات كثيرة جدا جدا لكن دمرت العمل خلت كل واحد طالع على صورتين وحطور اكتق انستجرام لا هنا بقى الاخ موسى واخ صالح ومن تاني التالت الاخ التالت موسى وصالح كلكم يعني لابد من ربي شباب يؤمن بهذا العمل صح مفيش مشكلة انها نتكسب يا اخ صالح مفيش مشكلة انها يكون عندي مستقبل لكن الملح عربية لابد صاحب المؤسسة وصاحب الفكرة والمدير مش يروح حشان يدي اوامر انا كنت ببصور بعض المكاتب لأحد المؤسسات اما انظر لمثل هذه المكاتب انت بتروح كمدير للمكتب الميداني لازم تعب مع الموظفين لازم تعب مع الموظفين يعني ما كنت احد المؤسسات كنت باثرها قالوا لي اما يجي المدير يقعد في القوضة مع المدير يقعدوا من ثلاثة ويمشي طب احنا فين احنا فين احنا ملح يا ربينا ملح اجبنا المعلومة فلذلك لما ننزف لمثل هذه الاشياء نقول ايه نقول من موظفتنا حتى من ربي الشباب اهم شيء المكتب الميداني اهم شيء لما ننزف القرى والنجوع بتاعت المغرب وبتاعت ليبيا مأساة ليبيا ليست سهلة اهم شيء اللي حصل في افغانستان الى الان اهم شيء كل هذه الاشياء اللي نتكلم عنها فمين اللي هربي يا اخ موسى ويا اخ صالح مش كلكم راعي مش كلكم مسؤولين راعياتكم لابد احنا نربي احنا نغفل تماما نقل الخبرات للاجيال كان عندنا دورة او دورات عملناها في تركيا مع المؤسسات الخيرية السورية في غازي عنتاب وفي كلس وفي اسطنبول وفي الرحانية وفي قرفة يعني قول زي ما انت عايشت طيب كنا عملناها ازاي يا شباب قلنا هي يعني هي ورش عمل نقل الخبرات الخبرات ما جبناش كونسلطنت مبرة جبنا الشباب اللي ورأسها الاقسام المؤسسات مختلفة لهم عندهم خبرة معرفية وخبرة ميدانية ما دفعناش فيهم ولا مليل هنا حتى الحاجات دي يا اخ صالح يا اخ موسى كنا بنعاني عشان نجيب دعم عشان نسافر ونحجز قاعة في فندق ولي في اي مكان جمعية ونجيب اكل الناس دول يا اخ صالح واخ موسى المؤسسات الكبارة معاها فلوس لا تؤمن بالبحث ولا تؤمن بالتدريب وبناء القدرات عشر سنين او حداشر سنة مع القضية السورية كنا بنشد جلدنا عشان نطلع فلوس نعمل زورشة عمل من الفين وحداشر الى يومنا هذا يعني كتير جدا من الجمعات تؤمن فقط بالمصيبة طب المصيبة جات لابد يعني انا عندي يعني ايمان راسخ بالنسبة لاخونا كلهم إن مال الاغاثة حدتوا دي حلقة فا PUDNكم وأنا اسعل عنها أمام الله سبحانه وتعالى مال الاغاثة الذي يجمع لاغاثة لا يصرف كله للاغاثة سمعين هاي؟ pornography مال الاغاثة الذي يجمع لاغاثة لا يصرف كله للاغاثة يعني ايه ؟ يعني أنا عندي على الاقل تلت هذا المال او ربعه لابد ان يجنب ليصرف على مناطق ما فيهاش كارثة في نفس الوطن. عشان ابني بيه مجتمع. ابني بيه شباب. ابني بيه قدرات. ابني بيه بلديات. المحافظات دي كلها. لو جمعت مليون اطلع منه خمسة وخمسين الف. سبعمائة وخمسين الف الاغاسة التقليدية اللي احنا عارفنا. والمئتين وخمسين الف دول عشان ابني مجتمع او قدرات او طاقات تستطيع ان تتكيف او تستطيع ان تمنع مثل هذه الاشياء ان تحدث مرة اخرى. لابد يكون لنا اجتهد في كيف تصرف اموال الاغاسة. لابد يكون لنا اجتهد في كيف تصرف اموال الزكاة. اموال الزكاة مش فقط تحويل مالي. وانا عدت في البيتي مرتاح. انا عليها الف جنيه ولا الف جنار ولا كزا. راح. لا. يابد انا اتأكد. كيف تصرف اموان يصرفها. حاليا الاغاسة تجمع مال الزكاة. شئنا ام ابينا. واعنا اقع جالسين نيام النيام. ركن خامس من الاركان الاسلام. يجمعه مؤسسات غير اسلامية. ونحن نيام النيام. مجمع مال الزكاة عن طريق مؤسسات غير اسلامية. معناها تكفيف منامع منابع العمل الاجتماعي المحلي. تحت ادارة ايه? انتو مش عارفين تودوا فلوسكو? احنا نودها لكم. مش عارفين انتو ستحول الاموال? احنا نحولها لكم. اي 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 اي. اقولي تاني. اقولي تاني. ما عنديش شعر عشان يشده من رأسي. وما بعرف شرطه. لكن ما ينفعش يتصدد العمل المجتمعي ناس جهلاء. او ناس منتفعين. فهناك فارق بالمرتبات. هناك فارق بالمنتفعين. حصل مشاكل في القضية السورية في العمل الانساني بتاعها. اقوليكم عليها. سنتعرفوا التحديات ازاي يا شباب. تحديات ازاي? اغلب الاموال اللي جمعت للقضية السورية في تركيا من المؤسسات الدولية. فاصبح المرتبات اللي داخل مثل هذه المؤسسات بتؤثر لها او تحددها المؤسسات الدولية الغربية. عملت ازمة ما بينهو المؤسسات التركية. وعملت ازمة اخرى ما بينهو المؤسسات او اللي هو الجمهور السوري اللي في الداخل السوري. كيف تقعد ايه? ساعات الشروق الفلوس المشروطة التي تأتينا تغير من ثقافة انفق المال. لمن التحديات الكبيرة جدا. سنتكلم عنها. علشان نحبب الناس في العمل الانساني لابد انا كصنايعي او انا كصاحب دكان اكون قاعد في الدكان. يا اخ صالح من رئيس الجمعية عندك في اليمن? هو اللي يعب مع الشباب بيحببهم في الشغل. هو اللي شوفوه بيضحي. هو اللي شوفوه معاهم اربعة عشرين ساعة. او معاهم اربعة عشرين ساعة. انا كان عندكو اخت من الاخوات اسمها مات ست الله رحمها. كانت بتاعت اتحاد النساء في اليمن عندكو. قام من القمارات الكبيرة. لابد الشخص الكبير ده. كلكم راعم. اما ازاي هخلي الشباب يحب العمل الانساني? ولا عاد في البيت? ولا بيسموه. الثقافة الجيلة دلوقتي اشتغلوا من البيت يا شباب. وبعدين. وبعدين. بدي حرب بالشاب. ده انا ملأ ده بالنسبة للشاب. فتح مكاتف في اماكن مختلفة مكلف. لكن علينا ان احنا نحدد من يريد ماذا وندهولوا. ليه? يخونا اوا اه. الاخ اللي هو قد فتح مكاتب. ااااااااااا استاذ يوسف انا اناس ناس اساذ يوسف لأن المعلومة مش ملكك هل لازم أنا أقول حاجة ثانية زي ما أنا قلت كلنا أجراء لدى الفقراء المعلومة التي في داخل أروقة الجمعية والمؤسسة ليست ملكا وحكرا للجمعية والمؤسسة بل هي ملكية مجتمعية أعطاها لك المجتمع لتشاركها مع الآخرين لا ستحتكرها فقط من أجل جمع المال التنسيق أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة التشبيك أصبح الذي لا يقوم به الآن آثم وأنا أحاسب على هذه الكلمة أمام الله صلى الله عليه وسلم مجتمعيا وفقيا لأن أنا عندي أن أنا أعمل مشروع مع جمعية تانية لأعمل الوحدة ليه أعمل الوحدة المنازل لمثل هذه الأشياء بناء الشتركات التنسيق التواصل أصبحوا أصبحوا يعتبروا كفاتحة الكتاب أو كتكبيرة الإحرام أو كلا إله إلا الله لدخل الإسلام أنسوا بقى حكاية جمعيتي ومؤسستي ورئيسي بلى عرف تعبنا من الكلام ده كله تعبنا جدا تعبنا وعلى الإنسان منه أنه يحضر للجيل القادم وهو موجود الآن وتنازل كل جمعية وكل إنسان عن جزء من شخصيته الاعتبارية الشخصية الاعتبارية هي شخصية المجتمع هي شخصية صاحب المال اللي هو الفقير والأرمرة والمسكين يعني أديكم مثلا عشان أختم بيه لأن المستستي حياة يعني هتديك كارت الأحمر دلوقتي لما نيجي نقول إن إحنا بنكفل يتيم وبنديه تلاتين أربيعين دلار في الشهر تعبنا أقولك إيه أقولك بأمرت إيه كلاك بقى بالبلدي بقى بأمرت إيه لما ذكرت السيدة مريم في القرآن وده المسأل ده بقوله في كل مكان بروح فيه وكفلها زكريا يعني تعامل مع مريم كابنته فالتلاتين دلار ده مساعدة ولاية كفالة كل الجمعيات اللي عندنا يا شباب تقول كفالة ونتصارع مع بعض ده تسع وعشرين دولار ده تلاتين دولار ده واحد ده ده مش كفالة كنت أنا في مؤتمر ولست ذكرت القصة دي من كم يوم في أحد اجتماعات قلت عادي نرفع الكفالة لمية دولار في الشهر رد عليها الدكتور عائد القرآن ده ومكتي جدا ما يعرفوه يعني منكم بيعرفوه قال لي مين اللي قال لك مية دولار فأنا طبعا قم يجيلك فقيه على الملأ ويديك فتوى يدمرك برغم منه يعني أستاذي وحبيبي وفي بني بني وعشت من زمان يعني قال لي كفالة ما لهالسقف كلمة كفالة ما لهالسقف لكن عايز تساعد بدولار بدرهم بريال إن شاء الله يكون الدرهم ده أحسن من مليون درهم ثم درهم سبق ألف درهم لكن الكفالة أنا بقول لكم هو أنا بنتكلم على الكفالة أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أكون صادق وده جزء من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم السبع أركان اللي حديدتهم السيدة الفاضلة أمنا خديجة لتأتمفت العمل المجتمعي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق ليه ما لقولش إن الكفالة في المنطقة دي يتبقى خمسون دولار منتanca دي سبعين دولار في المنطقة دي مية دولار في المنطقة دي مية دولار كلمة كفالة احنا فاكرين ان انا والرسول كلنا هنخش كده ككافل يتيم كهيتين في الجنة بكام بعشرة دولار ولا عشرة دولار ده انتو دحكتوني وهنتوني وكذبتو علي ما احنا بقى احنا هنطوع الشارع بقى ان اربعين سنة في الشغلانة دي فعرفنا المداخلها وما خارجها ومعرفناش كل حاجة فيها لسه لما فيش كفالة بعشين او تلاتين دولار او بعشرة دونار ابدا دي سموها مصابة وده شيء من الاشياء اللي احنا لو لم نتصدى له لأصبحنا كاذبين الجمعية التي تقول لك بخدش باخد زيرو برسنت مصريف ادارية مين قال مين قال ربنا قال اللي عامين عليه مين قال بس هاختم عشان الوقت ها عشان الاخت انا اه انت امنا في العلم وليس في السن. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم دكتورنا الكريم وعند حسن ظن الاخوة والاخوات اللي حاضرين معنا ونعلمهم باننا تم وضع رابط الحصول على شهادة الحضور وان البرنامج هو يتكون من من تلات محاضرات باذن الله مع دكتور نهاني اه من حضر المحاضرات الثلاثة كلها ان شاء الله سيحصلوا على شهادة خاصة شهادة البرنامج. واسمح لدكتور فقط والاخوة اه دقيقة دقيقتين نعرض لتقييم من حضر معنا هذه الجلسة. بالنسبة للمؤهل العلمي لمن حضر. فالحاصلين على شهادة الدكتوراه هما 34 في المائة. الحاصلين على شهادة الماجستير ازيد من ستة وثلاثين في المائة. الحاصلين على البكالوريوس اه ازيد من 23 في المائة. وهناك ايضا تخصصات اخرى. تخصصات العلمية هي كثيرة. دكتورنا الكريم جميع التخصصات حاضرة معنا. ويحضر معنا ايضا كثير من العاملين في المجال الاغاتي والانساني من مختلف الدول. الدول حاضرة معنا دكتورنا الكريم. اه المغرب. اه من مصر. اه من من اسبانيا. من العراق. من المملكة العربية السعودية. من سوريا. من اليمن. من البانيا. من الاردن. من الامارات. من الجزائر. العراق. من البنين. من تركيا. من التشاد. من تونس. من رواندا. ومن فلسطين. ومن ليبيا. بالنسبة للتقييم. تقييمهم لهذه المحاضرة الاولى. فقد قيمها واعطى العلامة الكاملة. يعني خمسة على خمسة. اه ازيد من ستة وسبعين في المائة. ستة وسبعين فاصلة سبعة في المائة. وقيمها باربعة. اه على خمسة. اه ازيد من استاش فاصلة خمسة في المائة. هذا هو التقييم دكتورنا الكريم. بهذه المحاضرة الاولى. وبإذن الله يصلكم. يصلكم هذا التقييم. يصلكم ايضا ملاحظات الاخوة. اه تطلعاتهم لهذه الدورة. وماذا يريدون منها. وان شاء الله قد وضعنا. اه يعني. البرد الكتروني للاكاديمية. وضعنا جميع الروابط. يمكن التواصل. ونضرب لكم موعدا مع الدكتور هاني في المحاضرتين مقبلتين باذن الله. نعلن عنهما في حينه ان شاء الله تعالى. واقول بان اه اعلمكم ايضا بان لنا محاضرة مقبلة يوم الاربعاء المقبل. في سلسلة المحاضرات في التحليل الاحصائي التي كنا بدأناها مع الدكتور ايمن. ان شاء الله المحاضرة التانية هي يوم الاربعاء المقبل. ايضا سنضع الاعلانة للاخبار ان شاء الله والتسجيل. فشكرا لكم دكتور هاني على وقتكم. وعلى ما بدلتم من مجهود. شكرا للاخوة والاخوات الحاضرين. والى فرصة مقوية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة